تلعب بعدها اتحديثة جدا في مواجهة الارهاب تطورت جدا بنيجي بعد كده تحدي الفقر المائي نعم احنا عندنا المسألة مش مسألة صد من بعضة فقر لا احنا عندنا فقر مائي عندنا احتياج 110 مليار متر مكعب وعندنا حسة مصر من مياه النيل لا تصل الى 65 مليار متر مكعب عندنا من سد النهضة كلام مصر واضح كلام الرئيس ان ده خطة احمر اخر كلام لوزير مائي ان لم نسمح بانتقاس حسة مصر ولو بكوب ماء واحد احنا بنفضل طبعا وبنسعى للتواصل بالوسائل السياسية الى اتفاق قانوني ملزم وعندنا كل الادوات الاخرى والوسائل الاخرى اللي تمكن الدولة المصرية من الساعة المعادلة دي قلت عليها الحل الصفري الخيار صفر انا بقول ان هذا الخيار غير مفضل لكن يجب على الاخوة في السيوبيع عدم استبعاده لان في الاخر احنا بنتكلم على مسألة بتتعلق بحياة او موت الشعب المصري انا بقول الفقر المائي مش مسألة صد الماضي انا الحقيقة مش قلقان من الموضوع ده لان بسخ في قدرات الدولة المصرية زي كل المواطنين ليه مش قلق ده الموضوع مؤلق يعني الدولة المصرية بتتعامل معها بحرص شديد وبوعي شديد ولكن في تعنت اثيوبي واضح في دعم دولي مختلف في دول صديقة كلها مواقف مخزية في هذا الاطار نحن نعلم ان صد اثيوبيا هو ليس دعم اثيوبي ولا احماية اثيوبية ولا طقة اثيوبية ولكن نعلم ان هناك مجموعات من المصالح الكبرى لدول كثيرة في هذه المنطقة فليه ليه انت بشق الانية اه عايز اقوله حضرتك اه سقط في القدرة الشاملة لدولة المصرية انها قادرة على التعامل معها بالوسائل السياسية وبال اه العلاقات الدبلوميسية وبالضغوط بكل اشكالها ثم بالخير الصفر الخير الصفر اللي هو الوسيلة العسكرية لا نفضله من اجل الشعب الاسيوبي واعتقد ان العالم كله وصلت الرسالة أنا تذكر تصريح رئيس ترامب الحقيقة لما كان بيتكلم رئيس الوزراء السوداني و أبي أحمد بالتليفون والكلام ده موجود على اليوتيوب و أحذروا من أن مصر لن تسمح حلوا الموضوع مصر لن تسمح بالإضرار بمصالح حلمائية و قال لهم حيفجروا الساد فإحنا مش عايزين الأمور تصل لكده إحنا عايزين تعاون و عايزين عن طريق الحوار و عايزين تنمية لدول حوض النيل الشرقي و دول حوض النيل كلها لكن يعني بنقول قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق طيب لو رحنا لتعبير الجمهورية الجديدة و الدولة التالتة بتميل لأنه تعبير أكتر إحنا رحين لفين الجمهورية جديدة بالفعل بمعنى جمهورية جديدة مختلفة ولا بمفهوم سياسي هو اللي تنصح إحنا في مشروع وطني تبناه و وضع الخطوط العريضة بتاعته الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع الوطني ده المشروع الوطني لبناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة أفصح عنه قبل انتخابه أثناء ترشحه وكان موجود في ثلاث مجلدات بأنوان الأمل المصري يعني وتيح ليا وزميلي محمد عبدالعدي علام كنا بنعمل مع سياد تحوار وهو مرشح وشوفنا ملامح من هذا المشروع أطلعنا عليه بنقول لي أنه المشروع الوطني التالت لأن في تاريخ مصر الحديث في مشروعين سابقين مشروع محمد علي اللي أجهد في معاهدة لندن 1840 قبل انتهاء فترة حكم محمد علي بتامن سنوات ثم مشروع جمال عبدالناصر بناء ده الحديث بالضبط اللي ابتدى بالإصلاح الزراعي وأجهد في عدوان 1969 ده المشروع لبناء الدولة التالتة الحديثة هو مش تكرار لما جرى هو انطلاق من اللي بلغته اللي بلغوا المشروعين السابقين وتجنب العصارات أو أسباب تعصوه أنك لا تتمدد أكثر مما ينبغي ولا تنجرف إلى مكائد أو مصائد يدبرها آخرون لجهد مشروعك الوطني نيجي يبقى احنا بنتكلم على مشروع وطني لبناء الدولة التالتة الحديثة تمام نيجي للجمهورية الجديدة هي الجمهورية التانية في جمهورية 23 يوليو النظام الجمهوري أعلن في 18 يونيو 1953 في الفترة بين 23 يوليو كان في مجلس وصاع العرش وكان الملك أحمد فؤاد التاني كان طفل وأعلن النظام الجمهوري في 18 يونيو ثم أسقطت هذه الجمهورية بفعل صورة شعبية ابتدت 25 يناير وانتهت ومعها الجمهورية والوجهة نظري في 11 فبراير لأنها افتقد وانتهت الجمهورية